لمن يتلق تيسيرا تلاوات تزف لنا من الرحمن التمشيرا تلاوات كأن بها لداودا مزاميرا وكم أحدى الطلاوته قلوب الناس تنويرا تلاوات تزف لنا من الرحمن التمشيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإنا عليه لطلاوة ما زلنا في شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجتهم محمد بن الجزري رحمه الله وما زلنا في شرح باب المد والقصر الذي يقول الناظم فيه والمد لازم وواجب أتى وجائز وهوى وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمتي وجائز إذا أتى منفصلة أو عرض السكون وقفا مسجلا بدأنا شرح أحكام المد والقصر في تلاوة القرآن الكريم وبدأنا شرح المدود التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها ولا يسع قارئ القرآن جهلها أبدا وذكرنا أن هذه المدود تسعة أولها المد الطبيعي وهو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون وعرفنا أنه يمد بمقدار حركتين وعرفنا أنه هو المد الأصلي ثم تحدثنا على المد الثاني وهو مد البدل وذكرنا أن مد البدل هو كل همز ممدود ويلحق بالمد الطبيعي ويمد بمقدار حركتين وتحدثنا أيضا عن المد الثالث وهو مد العوض وقلنا أن مد العوض هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق أيضا بالمد الطبيعي ثم انتقلنا إلى المدود التي سببها همزة وتحدثنا أولا عن المد الجائز المنفصل وقلنا هو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة الثانية أو التالية وذكرنا أنه يمد في رواية الإمام قالون رحمه الله تعالى بمقدار حركتين أو بمقدار أربع حركات وذكرنا أيضا أن هذا المد هو مد شائز أو أن حكمه الجواز لأن القراء اختلفوا فمنهم من يمده ومنهم من يقصره ويساويه بالمد الطبيعي ثم تحدثنا عن المد الخامس وهو أيضا مد سببه همزة وهو المد الواجب المتصل وقلنا هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها وذكرنا أن هذا المد يمد في رواية الإمام قالون رحمه الله تعالى بمقدار أربع حركات وقلنا أيضا أن هذا المد حكمه الوجوب لأن القراء أجمعوا على مده واختلفوا في مقداره كلهم أجمع أن يمد هذا المد وأن يزيده عن مقدار المد الطبيعي لكنهم اختلفوا في مقدار هذا المد فمنهم من يمده بمقدار أربع حركات أو بمقدار خمس حركات أو بمقدار ست حركات ثم تختلاف في مقداره ولكن الاتفاق هو من حيث المد فكل القراء أجمعوا على مده وذكرت لكم أثرا في حلقة مضت حينما كان سيدنا بن مسعود رضي الله تعالى عنه صحح لقارئ قرأ قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين فلما قرأ هذا القارئ لفظة للفقراء ولم يمد المد ولم تكن القواعد قد قعدت في ذلك الزمن وفي ذلك الوقت فقال له بن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له الرجل وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن فقرأ إنما الصدقات للفقراء ومد بها صوته في الحلقة الماضية وقف بنا الحديث عند مد الصلة وهو المد السادس الطبيعي البدل العوض والجائز المنفصل والواجب المتصل المد السادس هو مد الصلة وذكرنا أن هذا المد يتعلق بهاء في لغتنا العربية تسمى بهاء الكناية أو تسمى بهاء الضمير وهي هاء زائدة يكن بها على المفرد المذكر الغائب وذكرنا أنها تكون في أواخر الأسماء وفي أواخر الأفعال وفي أواخر الحروف وذكرنا أن هذه الهاء إذا وقعت بين حرفين متحركين يعني قبلها حرف متحرك وبعدها حرف متحرك فإننا نصلها بواو اللفظية إذا كانت الهاء مضمومة والأصل أن تكون الهاء مضمومة ونصلها بياء لفظية إذا كانت الهاء مكسورة وهي تكسر الهاء إذا سبقت بكسرة أو سبقت بياء ساكنة مثلا إنه على رجعه لقادر إنه على عندنا هاء كناية وقعت بين حرفين متحركين سبقت بفتحة النون وبعدها فتحة العين فهي وقعت بين حرفين متحركين فإننا نصلها بواو اللفظية يعني تكون في اللفظ فقط ولكنها لا تكتب هكذا إنه على رجعه لقادر أيضا رجعه في آخرها هاء كناية سبقت بكسرة العين وبعدها فتحة اللام فهي وقعت بين حرفين متحركين وتحقف فيها الشرط إذا نصلها بياء اللفظية إنه على رجعه لقادر على رجعه لقادر هذا هو الشرط الشرط أن تقع بين حرفين متحركين ذكرنا في الحلقة الماضية أيضا أن مد الصلة ينقسم إلى قسمين صلة كبرى وصلة صغرى الصلة الصغرى هو أن يكون بعد الهائي أي حرف من حروف الهجاء غير الهمزة والصلة الصغرى تمد بمقدار حركتين وتلحق بالمد الطبيعي أما إذا وقع بعد هاء الكناية همزة فهذه صلة كبرى مثلا يحسب أن ماله أخلد ماله أخلده هاء الكناية بعدها همزة هذه صلة كبرى وتمد كالمد المنفصل سواء بسواء إذا كنا نمد المنفصل بمقدار حركتين نمد الصلة الكبرى بمقدار حركتين وإن كنا نمد المتصل بمقدار استغفر الله المنفصل إذا كنا نمد المد المنفصل بمقدار أربع حركات نمد الصلة الكبرى بمقدار أربع حركات وذكرت لكم تنبيهات في الحلقة الماضية لا داعي لذكرها في هذه الحلقة وقف بنا الحديث هل هذه القاعدة التي شرحناها وهي صلة هاء الضمير أو صلة هاء الكناية بواوي اللفظية إذا كانت مضمومة وبياء اللفظية إذا كانت مكسورة إذا وقعت بين حرفين متحركين هل هذه القاعدة تنطبق على كل هاءات الكناية في القرآن الكريم من أوله إلى آخره أم أن هناك استثناءات الإجابة نعم هناك استثناءات وهي تسع هاءات كناية في آخر تسع كلمات جاءت في ثلاثة عشر موضعا في القرآن العظيم إذا هم تسع كلمات في آخرها هاءات كناية وقد تحقق الشرط وهو وقوع هاء الكناية بين حرفين متحركين هذه الكلمات التسعة جاءت في ثلاثة عشر موضعا في القرآن الكريم أذكرها لكم الآن إن شاء الله طبعا هذا على رواية صاحبنا الإمام قالون رحمه الله تعالى على رواية الإمام قالون رحمه الله تعالى هذه الكلمات أولها كلمة يؤده وهذه جاءت في موضعين في سورة آل عمران في الآية الرابعة والسبعين قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما لاحظوا أن كلمة يؤده في هذه الآية وقعت بين حرفين متحركين ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك لاحظوا أنها سبقت بكسرة الدال وبعدها همزة مكسورة وقعت بين حرفين متحركين لكن الإمام قالون رحمه الله تعالى لا يصلها بها لا يصلها بها هكذا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ولا نقول لا يؤده إليك أو لا يؤده إليك هذا لا يصح لا يصح إذن هذه هي الكلمة الأولى جاءت في موضعين في سورة آل عمران سأواصل إن شاء الله ذكر الكلمات المستثنى في رواية الإمام قالون رحمه الله تعالى لكن بعد أن نخرج إلى فاصل قصير فحياكم الله تلاوات تزف لنا من الرحمن تأشيرا تلاوات كأن بها لداودا مزاميرا وكم أحدط طلاوته قلوب الناس تنويرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ضمن مشروع خدمة العلم وأهله تعلن مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام عن توفير مؤلفات فضيلة مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني بأسعار مناسبة للمكتبات وطلبة العلم للشيخ حفظه الله تعالى مؤلفات عدة منها مدونة الفقه المالكي وأدلته فتاة والمرأة المسلمة العقيدة الإسلامية العبادات أحكام وأدلة الأسرة أحكام وأدلة شرح مقدمة ابن أبي زيدن القيرواني في العقيدة وكثير غيرها للحجز والاستفسار يمكنكم زيارتنا بمقر مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب الكائن بمدينة طرابلس تاجوراء بالقرب من المعهد العالي للعلوم الشرعية أو من خلال الاتصال بنا عبر الهاتف أو خدمة واتس أب على الرقم التالي 091-0025-967 أو عبر التواصل على صفحة الفيسبوك باسم مطبوعات ومنشورات مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام كتاب الله يسره لمن يدلوه تيسيرا تلاوات تزف لنا من الرعمن التمشيرا تلاوات كأن بها لداودا مزاميرا وكم أهدى الطلاوته قلوب الناس تنويرا السلام عليكم حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد ذكرنا قبل الفاصل أن الإمام قالون رحمه الله تعالى فيما رواه عن شيخه نافع بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استثنى تسعة ألفاظ أو تسعة ألفاظ في ثلاثة عشر موضعا في القرآن الكريم هذه الألفاظ في آخرها هاء كناية وقد وقعت بين حرفين متحركين ولكنه لم يصلها لم يصلها بياء لفظية أو بواوي لفظية وطبعا هو فعل هذا عملا بالأصل وليس عملا بالحال وهذا ليس من عند نفسه لا يتوهم بعضكم أن هكذا إختار الإمام قالون أنه لم يصل هذه الهاءات وأن هذا من عند نفسه لا هو بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثم توجيه لهذا لكن لا يسعى المقام لشرحه ولبسطه وهو يعني كلام للمتخصصين أغلب الناس ممن يتابع ويشاهد قد لا يفقه ما سأذكره وأشرحه ولذلك يعني أتركه إن شاء الله أول كلمة قلنا هي كلمة مستثنى وهي لفظ يؤده وجاءت في موضعي آل عمران في الآية الرابعة والسبعين الكلمة الثانية كلمة نؤته وهذه جاءت في ثلاثة مواضع الموضع الأول والثاني في سورة آل عمران في الآية الرابعة والخمسين بعد المئة قوله تعالى وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى ليست هذه هذه في النساء لا إله إلا الله وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا نعم هي هذه وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا جاءت في موضعين لاحظوا نؤته منها سبقت بكسرة التاء وبعدها كسرة الميم هي وقعت بين حرفين متحركين وتحقق فيها الشرط ولكنها لا توصل بياء اللفظية فهي كلمة مستثنى أيضا هذه الكلمة جاءت في سورة الشورى قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصب أصعب شيء هو استحضار الآية من أولها نؤته منها وما له في الآخرة من نصب فهذه أيضا مستثنى إذن هم لفظ نؤته جاء في ثلاثة مواضع موضعان بآل عمران وموضع بالشورى في الآية الثمينة عشر الكلمة الثالثة كلمة نوله وهذه جاءت في سورة النساء في الآية الرابعة عشر بعد المئة قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نوله ما تولى هذه كلمة لاحظوا أنها وقعت بين حرفين متحركين أيضا الكلمة الرابعة كلمة نصله وجاءت في نفس هذه الآية نوله ما تولى ونصله جهنم لاحظوا أن الهاء وقعت بين حرفين متحركين سبقت بكسرة اللام وبعدها فتحة الجيم على الرغم من تحقق الشرط ولكنها لا توصل بياء لفظية الكلمة الخامسة كلمة أرجه أرجه وأخاه وهذه جاءت في موضعين الموضع الأول في سورة الشعراء الموضع الثاني في سورة الشعراء أما الموضع الأول من حيث الترتيب فهو في سورة الأعراف أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين أرجه وأخاه سبقت بكسرة الجيم وبعدها فتحة الواقع لكنها لا توصل إذن هذه هي الكلمة الخامسة جاءت في موضعين في الأعراف في الآية العاشرة بعد المئة وفي الشعراء في الآية الخامسة والسبعين الكلمة السادسة هي كلمة يأته ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات في الآية الرابعة والسبعين من سورة طاها وهذه على فكرة فيها وجهان للإمام قالون الوجه الأول هو ترك الصلة ومن يأته مؤمنا وهو الوجه المقدم أداء والوجه الثاني هو بصلتها هكذا ومن يأته مؤمنا ومن يأته مؤمنا إذن عندنا الصلة وعدم الصلة وعدم الصلة هو المقدم الكلمة السابعة كلمة ويتقه وهذه جاءت في سورة النور في الآية الخمسين قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك لاحظوا ويتقه فأولئك سبقت بقاف مكسورة وبعدها فتحة الفا وقعت بين حرفين متحركين ولكنها لا توصل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هكذا الكلمة الثامنة كلمة فألقه وهذه جاءت في سورة النملي في الآية الثامنة والعشرين على لسان نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فألقه إليهم لاحظوا أنها سبقت بكسرة القاف وبعدها كسرة الهمزة هي وقعت بين حرفين متحركين ولكنها لا توصل الكلمة التاسعة وهذه الكلمة الوحيدة التي هاء الضمير فيها مضمومة على الأصل وهي كلمة يرضه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزير يرضه لكم هذه في مطلع سورة الزمر في الآية الثامنة يرضه لكم سبقت بضاد مفتوحة وبعدها لام مفتوحة وقعت بين حرفين متحركين ولكنها لا توصل بواب نقرأها يرضه لكم ولا نقول يرضه لكم هذا خطأ هذه تسع كلمات يؤده نؤته نوله نصله أرجه يأته يتقه يرضه فألقه تسع كلمات هذه التسعة كما ذكرنا جاءت في ثلاثة عشر موضعا في القرآن الكريم جاءت في ثلاثة عشر موضعا في القرآن الكريم هذه تحقق فيها الشرط وهو رقوعها بين حرفين متحركين ولكنها لا توصل خلافا للقاعدة التي ذكرناها لكم وهي إذا وقعت هاء الكناية بين حرفين متحركين فإنها توصل بياء اللفظية إذا كانت الهاء مضمومة وتوصل بياء اللفظية إذا كانت مكسورة وبياء اللفظية إذا كانت مضمومة إذا كان الحرف الذي بعدها همزة فهذه صلة كبرى تمد كالمد المنفصل إن كنا نمد المنفصل بمقدار حركتين نمد بمقدار حركتين وإن كنا نمد المنفصل بمقدار أربع حركات نمد بمقدار أربع حركات أما إن كان الحرف الذي وقع بعدها الكناية غير همزة فإن الصلة صلة صغرى تمد بمقدار حركتين فقط وتلحق بالمد الطبيعي هذا هو كل ما يتعلق بمد الصلة انتبهوا هاء الكناية هي هاء زائدة يعني مثلا كلمة على سبيل المثال كلمة وجه وكلمة فواكه وكلمة ينتهي هذه ليست هاءات زائدة وليست بهاءات كناية هذه هاءات من أصل الكلمة فلابد أن نميز هاء الكناية هي هاء زائدة أيضا انتبهوا للهاء في آخر اسم رشارة هذه فهذه العرب الهاء في آخرية تعاملها معاملتها الكناية ولكنها ليست بهاء كناية أيضا ايش تاني أيضا هاءات السكت طبعا فيها هاءات في اللغة تسمى بهاءات السكت تستخدمها العرب لبيان حركة الحرف الأخير مثلا كتابية حسابية يتسنى فبهداه مقتده هذه هاءات ساكنة في أواخر بعض الكلمات فهذه تسمى بهاءات السكت وليست بهاءات كناية هاء الكناية هي هاء زائدة يكنى بها على المفرد إذن خرج المثنى وخرج الجمع المذكر يعني خرج المؤنث الغائب خرج الحاضر هي هاء زائدة يكنى بها على المفرد المذكر الغائب وهذا شرحته باستفاضة شرحا وافيا كافيا في الحلقة الماضية هذا هو كل ما يتعلق بمد الصلة في رواية الإمام قالون رحمه الله تعالى لأني ألحقته بالكلمات المستثنى في رواية الإمام قالون رحمه الله تعالى إذن الآن أنهينا الحديث عن المدود التي سببها همزة في مطلع حديثنا عن المدود قسمنا المدود في القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام لو تذكرون هذا القسم الأول قلنا المد الطبيعي وهو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو السكون وقلنا أن هذا المد ليس له سبب فهذا قسم وهي المدود التي ليس لها سبب على رأسها المد الطبيعي وألحقنا به مد البدل وألحقنا به مد العوض وألحقنا به أيضا الصلة الصغرى هي لما تقع هائل كناية بين حرفين متحركين والحرف الذي بعدها ليس بهمزة قلت لكم هذا نلحقه بالمد الطبيعي إذن هذا قسم القسم الثاني هي مدود سببها همزة وذكرنا أنه عندنا نوعان لأسباب المد عندنا مد سببه همزة أو عندنا مدود سببها همزة وعندنا مدود سببها سكون المدود التي سببها همزة أنهينا الحديث عنها بحديثنا عن مد الصلة المدود التي سببها همزة ثلاثة المد الجائز المنفصل حرف مد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التالية يمد بمقدار حركتين أو بمقدار أربع حركات والمد الواجب المتصل حرف مد وبعده همزة في الكلمة نفسها يمد بمقدار أربع حركات والمد الثالث الذي سببه همزة هو الصلة الكبرى هاء كناية وقعت بين حرفين متحركين والحرف الذي بعدها همزة هذا نمده كالمد المنفصل إن كنا نمد المنفصل بمقدار حركتين مددناه بمقدار حركتين وإن كنا نمد المنفصل بمقدار أربع حركات مددناه بمقدار أربع حركات لا نخلط لابد أن يساوي المد المنفصل لا نخلط يعني نمد هنا أربع حركات ونمد هنا حركتين أو العكس لا لا هذا لا يصح لابد أن نساويه بالمد المنفصل تماما إذن هذه مدود سببها همزة ما الذي يبقى؟ يبقى القسم الثالث وهي مدود سببها سكون سببها مجيء السكون بعد حرف المد وهذه أيضا ثلاثة المد اللازم ومد اللين والمد العارض للسكون ثلاثة مدود إن شاء الله سنشرع في شرحها في الحلقة القادمة أما الآن فنكتفي بهذا القدر من المادة العلمية نخرج الآن إلى فاصل قصير بعده إن شاء الله نتلو التلاوة المنهجية ونفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءة أو لمن أراد أن يسأل في علم التجميد فحياكم وإنه تلاوات كأن بها لداودا مزاميرا وكم أهدى الطلاوته قلوب الناس تنويرا أنت في ليبيا وتتساءل كيف تنصر قضية الأقصى وتدعم المجاهدين المرابطين بغزة إليك الحل إخواننا في غزة بأمس الحاجة للدعم المادي ومن باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فعلينا أن نقدم الإنفاق على غزة والمجاهدين قبل الإنفاق على أنفسنا الأمة الآن في حال جهاد مع الكيان المحتل وأوجب الجهاد لنا في ليبيا الإنفاق عليهم ففي الحديث أن جهز غازيا في سبيل الله فغد غزة ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فغد غزة كما عليك الحرص والتبين من الجهات التي ستوصل هذه الصدقات إلى إخواننا داخل القطاع وإذا كنت أبا أو أما فعليك تربية أبنائك على تبني قضية القدس وأنه لا يوجد دولة اسمها إسرائيل بل هم كيان محتل وسيخرجون من فلسطين بعز عزيز أو بذل ذليل وإذا كنت واعظا أو خطيبا فحرض الناس على نصرة المجاهدين وتحرير الأقصى وذكرهم بآيات الله والأحاديث النبوية التي تتحدث عن الجهاد ونصرة المسلمين بالمال والنفس والدعاء وإذا كنت معلما أو مدير مدرسة فازرع القضية في قلوب الطلاب وعرفهم بقضية الأقصى وعرفهم أن قضية القدس هي قضية الأمة الأولى إذا كنت صانع محتوى دافع عن قضية فلسطين في منصات التواصل الاجتماعي ببث فيديوهات تتحدث عن القضية أو بمشاركة الفيديوهات والمناشير التي تناصر فلسطين وتظهر إجرام الصهاينة والوضع الإنساني لدى الفلسطينيين كما عليك مطالعة تاريخ القضية ونشر الوعي المجتمعي خلال الندوات أو المنتديات الشبابية كما يمكنك الخروج في المسيرات والمظاهرات المناصرة للقضية وتكثير سواد المسلمين لإظهار أن القضية الفلسطينية هي قضية جميع الأمة كما يجب علينا جميعا مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني أو المتعاطفة معه وختاما لا تنسى الدعاء في مواطن الاستجابة والقنوط في الصلوات بالنصر والتمكين للمجاهدين وتحرير الأقصى من رجس المحتلين اللهم عليك من اليهود الفاجرين والأمريكان الظالمين وكل الكفرة والمجرمين قتاب الله يسره لمن يدلوه تأسيرا تلاوات تزف لنا من الرحمن تأشيرا تلاوات كأن بها لداودا مزاميرا وكم أهدى الطلاوته قلوب الناس تنويرا السلام عليكم حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد وصلنا إلى الجزء الأخير في هذه الحلقة تلاوتنا من الآية الثالثة والخمسين إلى الآية الستين من سورة الكهف أتلو إن شاء الله وبعد التلاوة إن شاء الله نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا صدق الله العظيم نسر ونسعد بتلقة صلاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة فأهلا وسهلا بكم خالد أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله تفضل أخي الكريم أعود بالله من شر طيب في صفحة اليوم التي تلوناها عندنا في الآية الرابعة والخمسين قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى طبعا إذ جاءهم بإضغام الذال في الجيم يقرأ أبو عمر ينتبه لهذا من يقرأ للدور عن أبي عمر أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبل حفص يقرأ قبل هكذا بضم القاف وضم الباء ينتبه لهذا من يقرأ لحفص رحمه الله من معنا أهلا وسهلا حياكي لله يا سكينة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أختي الكريم أعود بالله من الشيطان الرجيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل من كل مثل تقرأي غيبا أم من المصحف يا سكينة من المصحف تمام ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل مثل كيف مكتوبة كسرة تنميم بالكسر صح لا خلاص ليش مت العباط نقولوا مثل هكذا من كل مثل لا 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 من كل مثل مثل اسمعيني اسمعيني لو كان التنوين تنوين بالفتح لو كان التنوين بالفتح يعني لو كان التنوين بالفتح كنا نوفوا زي ما وقفتي أنت لكن بما أن التنوين هنا التنوين بيكسر فنقفو نقفو لا بالسكون نقوله من كل مثل مثل نعم من كل مثل ارجعت مثل من كل مثل من كل مثل وكان الانساء اكثر شيء جدلا اعديها اقفو على كلمة مثل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فانت حفظتها غلط يا سكينة من كل مثل من كل مثل تمام صليها 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 افضل نعم مثل وكان الانسان من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا ومامل وما منع الناس ان يؤمنوا وما منع الناس وما منع الناس السين عليها فتحة انتبهي لها وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا ان تأتيهم سمة الاولى او يأتيهم لا ذا بقب قبلا تمام نعم استمر وما نرسل المرسلين الا مبشرين وموذرين ويجابل الذين كفروا بالباطل لنبحضوا به الحق بالباطل ليدحضوا 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 به الحق نعم واتخذوا آياتي وما انذروا هزوة انتي تقري في كتاب الله لا يا سكينة نعم تقري في كتاب الله لا ايه الشيخة اللي تقري فيك بما رواية تقري فيكم برواية حفص اللي برواية قالون حفص برواية الامام حفص طيب خلاص هزوة صح لكن حتى الاولى او يأتيهم العذاب قبولة مش قبلة مدامك تقري لحفص قبولة نقرأة تمام ايه خلاص اقري وما انذروا هزوة نعم ومن اظلموا ومن ومن اظلموا الميم عليها ضمة بشوية بشوية عليك ومن اظلموا الميم عليها ضمة سكينة بارك الله فيك يا سكينة زادك الله توفيقا نسل الله أن يعينك وأن يحفظك انتبه للكلمات التي نبهتك إليها ننتقل إلى حياة أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد طرفنا في هذا القرآن من الناس من كل نفل وكان الإنسان أشجرة جدلا بسم الله الرحمن الرحيم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو تأتيهم العذاب قدلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومؤذرين ويدادل الذين كثروا بالباطل ليضحضوا به الحق واتفدوا آياتي وما أنبروا هزؤا ومن أظلم من اكترى ومن أظلم ممن ممن ذكر بآيات ربه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إلا دعالها على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أكنة أن يفقهوه وفي آذانه وطرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا حسبك حسبك بارك الله فيك أختي الكريمة زادك الله حرصا زادك توفيقا قراءة جيدة بارك الله فيك معنا مروه أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله فضلي يا مروه أهلا وسهلا أعود بالله من الشيخ أهلا بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله الله هو الذي معه أشداء على القسار أشداء على القسار وحناء بينهم اللهم ارطانهم تعاضوا ركعاً في الجديد تقوح قضراً وعطوا الزهالاً تقوح قضراً ذلك متلهم في الثورات ومتلهم في الإنزيل فزرع أخرج تطعه فآذره فاستغربت وعلى شيئه يُعجب الزرع أرده من قبيل التفتار وعد الله الذي مآله وعند الصالحة بارك الله فيك يا مروه قراءة جيدة زادك الله توفيقاً فقد دائماً انتبهي للتفريق بين الضاء والضاد مثلاً ليغيظ ظاء هنا من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا مثل العظيمة التي قرأتها صحيحة عظيمة هذه ظاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا تحدثنا على كلمة هزوة ذكرنا أن حفصاً يقرأ هزوة ينتبع لهذا من يقرأ لحفص طيب ومن أظلم ذكر يتفارب عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة هذه ليس في أشياء الآية التي بعدها وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم ورش رحمه الله بإبدال الهمزة يواوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجب من دونه موئلة وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدة من يقرأ لحفص ينتبه لمهلكهم موعدة هو عاصم برويه عند شعبه ورويه الأول يقرأها لمهلكهم موعدة رويه الثاني حفص لمهلكهم موعدة وجمهور القرى كما يقرأ نافع لمهلكهم موعدة أظن هذا هو كل الخلف في هذه الصفحة التي تلوناها ووقت الحلقة انتهى ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة